من حقول النفط في الحسك ودير الزور تتجه يومياً هذه الشاحنات إلى مناطق سيطرة مجموعات أنقرة والنصرة في ريف حلب وأدلب ولا تجد قصد تناقضاً بأن تمد بالنفط الخام المجموعات التي قاتلتها في عفرين وطردتها منها قبل عامين فالأوامر الأمريكية بحرمان دمشق نفطها تتقدم على كل أولويات قصد وأجذتها السياسية غرات روسية متكررة على صهاريج النفط المهرب للنصرة قصد وواشنطن تمويلان آلة التنظيم العسكرية في مواجهة الجيش وحلفائه النفط ورقة واشنطن وقيصر لاستنزاف الدولة السورية اقتصادياً وعسكرياً نحو 130 ألف برميل من حقول النفط السورية تبيعها قصد يومياً ضمن مناطق سيطرتها أو عبر تجار محليين باتجاه مناطق أخرى وقسم منها يهرب باتجاه الأراضي العراقية لبيعه عبر شركات تجارية هناك ما يوفر نحو 10 ملايين دولار يومياً تعود إلى خزينتها ولم يعد سراً أن معبري المحمودية وسيمالك غير الشرعيين يشكلان معبري قصد التجاريين لتهريب النفط إلى شمال العراق وممرين حيويين لاستقدام الإمدادات بتواطئ من تركيا التي تدعي العداوة مع قصد الخزانات في منطقة تراميش على طرفي الحدود السورية العراقية تعبر نهر دجلة إلى شمال العراق قبل بيعها لجهات متعددة هناك بأسعار زهيدة قياساً بالنفط العراقي ويمكن وضع انتفاضات العشائر من البقارة وبعض أجنحة العجيدات في دير الزور على قصد في إطار الصراع على حقول التيم والعمر والتانك الستراتيجية واتجاه قصد إلى تأميم الثروات النفطية لوضعها في خدمة اقتصاد الحرب وتمويل تجنيد أبناء العشائر وتحطيم سلطة من يتمرد على قياداتها تعزز قصد بحماية واشنطن ودفع منها احتلالها لحقول النفط السوري وتعزز واشنطن عبر قصد مفعيل قيصر بتضييق الخناق على الشعب السوري وحرمانه من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية وأهمية لمواجهة الحرب وتبعات الحصار ديمان ناصف ديماشق الميادين